أحد الرواديد من كربلاء ردد معروف لا أشير إلى الأسماء هو حي يرزق اتصل بأحد كوادر قناة القمر وطلب منه أن يبلغني السلام وأن يوصل إلي هذه الرسالة أنا أعرفه هو أخ عزيز لكنه لم يتمكن من أن يتواصل معي فاتصل بصديق له من كوادر القناة وطلب منه أن يبلغني السلام وأن يقول لي من أن فلان الرادود الذي نعرض قصائده ونحن نعرض لكل الرواديد ونعرض لكل الشعراء حينما يقرأ الرواديد قصائده لا نفرق بينهم أبدا نعرض لكل الرواديد ولذا تشاهدون في الحسينيات التي يقرأ فيها الرواديد الذين نعرض قصائدهم تارة هناك صور الشرازيين وأخرى صور السيستانيين وأخرى صور الشيخيين وهكذا فهذا الرادود يريد أن يوصل لهذه الرسالة من أن فلان الرادود هذا فرخشي لواط فأخبر فلانا يعني أنا فأخبر الشيخ حتى يمنع ظهور هذا الرادود على شاشة القمار وصلتني الرسالة وأنا قلت للرسول ولا أدري هل أوصل إليه الرسالة أو لا لم أتابع الموضوع لأنه ليس مهما بالنسبة لي قلت له بلغه سلامي أقول له هالشكل قل له إحنا إذا كل رادود وكل شاعر فرخشي أو عليه تهم أنه فرخشي من طلع بالتلفزيون عندنا ما راح يبقى ولا رادود لماذا؟ لأنه هناك من الشعراء والرواديد من الأموات ومن الأحياء فرخشية لوطية وهذا أنا أعرفه وكثيرون في الجو الحسيني يعرفونه من الأموات أتحدث عن المشهورين أنا لا أتحدث عن المغمورين دائما حين أتحدث أتحدث عن الأسماء الكبيرة وحينما أنتقدوا أنتقدوا الأسماء الكبيرة الصغار لا تأثير له فهناك من الشعراء والرواديد فرخشية فعلا لوطية من الأموات ومن الأحياء وهناك من اتهموا وهم براء من هذه التهمة بسبب المنافسات والصراعات المحتدمة داخل الأجواء الحسينية والذين يعيشون الأجواء الحسينية يعرفون ما أقول أنا لا أريد أن أفتح هذا الملف لماذا؟ لأن هؤلاء لا يفهمون شيئا لا يفقهون شيئا الشعراء والرواديد وهؤلاء ضحية لأصحاب العمائم هؤلاء ضحية للمذهب الطوسي النجس يرافقون الخطباء يرافقون المعممين ويتعلمون منهم هذه السفالة وهذا الانحطاط وهذا السقوط الأخلاقي لأن بعض خطباء المنبر في أيام محرم يصعد على المنبر وبعد ذلك يمارس اللواط في أيام محرم لا أريد أن أشير إلى أوصاف معينة لا أريد أن أدخل في هذا الباب